اشتركوا في القناة من خلال ترسنا لنهر اليوم سنتعلم إن شاء الله ضرب عدد عشري في عدد طبيعي إضافة إلى ضرب عدد عشري في عدد عشري آخر لكن قبل أن نتطرق لهتين العمليتين وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناتنا التعليمية تلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد إذن بدون إطالة على بركة الله نبدأ أولا بضرب عدد عشري في عدد طبيعي والمثال الذي أقدمه لكم هو 254.36 ضرب 12 إذن كما تشاهدون هذا عدد عشري سنضربه في عدد طبيعي وسبقا فيما يخص جمع وطرح عدد عشرية قلنا بأنه يجب علينا أن ننظم ونرتب المراتب حيث نضع الفاصلة تحت الفاصلة الأحد تحت الأحد إلى آخره لكن فيما يخص عدد عشري في عدد طبيعي لا نحترم مثل هذه الأمور أي أن لا يجب أن نضع الأحد تحت الأحد فمثلا هنا أكتب لكم 254.36 ضرب 12 لاحظوا جيدا أين كتبت 12 كتبته بدون احترام المراتب فإثنان رقم الأحد كتبته تحت جزء من 100 وهذا أمر عادي جدا بحيث في عملية الضرب لا يجب أن نظر إلى الفاصلة إلا إذا وصلنا إلى النتيجة فهذه العملية أنجزها بشكل عادي كأنني أضرب أعداد طبيعية بدون هذه الفاصلة أي كأنني سأنجز عملية الضرب التي هي عدد طبيعي في عدد طبيعي الذي هو 254.36 في 12 وعندما ننهي هذه العملية ونصل إلى النتيجة هنا ننظر إلى أين نضع هذه الفاصلة إذن لننجز هذه العملية إثنان في ستة تسوي 12 أكتب إثنان وأحتفظ بواحد إثنان في ثلاثة ستة زائد واحد الاحتفاظ سبعة إثنان في أربعة تسوي ثمانية إثنان في خمسة عشرة أكتب الصفر في النتيجة وأحتفظ بواحد ثم إثنان في إثنان أربعة زائد واحد الاحتفاظ خمسة أذهب إلى العشارات إذن سأضع النقطة بعد وضع النقطة سأضرب واحد في كل الأعداد واحد في ستة ستة واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في أربعة أربعة واحد في خمسة خمسة واحد في إثنان إثنان إذن كما لاحظتم لقد قمت بالضرب عادي جدا بدون النظر إلى هذه الفاصلة الآن ماذا أفعل سأواصل العملية عادي جدا كما تعودنا حيث نجمع هذين الرقمين بشكل عادي جدا إذن إثنان يزائد لشيء تسوي إثنان سبعة زائد ستة تسوي ثلاثة عشر أكتب ثلاثة في النتيجة وأحتفظ بواحد هنا ثمانية زائد ثلاثة تسوي إحدى عشر زائد واحد تسوي إثنى عشر أكتب إثنان وأحتفظ بواحد الآن صفر زائد أربعة أربعة زائد واحد خمسة أذهب إلى خمسة زائد خمسة عشر أكتب الصفر وأحتفظ بواحد وإثنان زائد واحد الاحتفاظ تسوي ثلاثة إذن كما تشاهدون نتجة لدينا هنا نتيجة الآن سأبحث على الفاصلة أين أضعها إذن فيما يخص ضرب عدد عشري في عدد طبيعي أضع الفاصلة بحسب الأرقام المتواجدة في ذلك العدد العشري فهذا العدد العشري عنده رقمين بعد الفاصلة إذن الفاصلة في النتيجة سأضع بين رقمين فأحسب من اليمين إلى اليسار الرقمين لكي أضع تلك الفاصلة إذن عندنا واحد، اثنان، ثم أضع الفاصلة هنا إذن النتيجة هي 3052.32 وعليه نكتب هذه النتيجة في الكتابة الأفقية إذن تذكروا دائما عندما تقومون بضرب عدد عشري في عدد طبيعي أنجزوا عملية الضرب عادي جدا بدون احترام المراطب عندما تنهون من إنجز تلك العملية العمودية في النتيجة، بحثوا على المكان الذي تضعون فيه الفاصلة وذلك بحسب الأرقام المتواجدة في الجزء العشري من العدد العشري نأتي الآن إلى ضرب عدد عشري في عدد عشري آخر والمثال يظهر أمامكم في الشاشة وهو 13.09 ضرب 2.3 ودائما كما قلت لكم في ضرب الأعداد العشرية لا يجب علينا احترام المراطب فذلك لا يهمنا فمثلا في هذه العملية سأكتب 13.09 ضرب 2.3 بدون احترام المراطب فكما تشاهدون مثلا هذه الفاصلة لم أضع تحت هذه الفاصلة وعليه سأنجز هذه العملية كأنني ضربت عدد طبيعي في عدد طبيعي فمثلا في هذا المثال سننجز هذه العملية كأننا سنضرب 13.09 ضرب 23 ثم في النتيجة سنعود إلى مكان وضع تلك الفاصلة إذن 3 في 9 تساوي 27 أكتب 7 وأحتفظ بـ 2 3 في الصفر الصفر زائد 2 الاحتفاظ 2 3 في 3 9 ثم 3 في 1 3 أنتقل إلى 2 كأنه رقم العشرة بالتالي سأضع هنا نقطة ثم أنجز 2 في 9 تساوي 18 أكتب 8 ثم أحتفظ هنا بـ 1 ثم 2 في صفر صفر زائد واحد الاحتفاظ 1 2 في 3 تساوي 6 2 في 1 تساوي 2 إذن بعدما أن أنهي الضرب سأذهب إلى جمع هذين العددين حيث 7 زائد لا شيء تساوي 7 أكتب 7 في النتيجة 2 زائد 18 أكتب صفر في النتيجة وأحتفظ بـ 1 9 زائد 11 زائد واحد الاحتفاظ 11 فأكتب واحد في النتيجة وأحتفظ بـ 1 هنا 3 زائد 6 9 زائد واحد الاحتفاظ 10 أكتب الصفر واحتفظ بـ 1 2 زائد واحد الاحتفاظ تساوي 3 إذن ها هي النتيجة التي نتجت لدينا الآن سنذهب إلى وضع الفاصلة إذن في هذه الحالة عندما نضرب عدد عشري في عدد عشري فإن الفاصلة في النتيجة نضعها بحسب مجموع أرقام الأجزاء العشرية فمثلا هنا في الجزء العشر الأول لدينا رقمين وفي الجزء العشر الثاني لدينا رقم واحد إذن مجموع أرقام الأجزاء العشرية هي ثلاثة لنحسبها معا لدينا هنا الرقم الأول الرقم الثاني وفي الأسفل الرقم الثالث وعليه نذهب إلى النتيجة ونحسب من اليمين إلى اليسر ثلاثة أرقام إذن لنحسب معا 1 2 3 فنضع تلك الفاصلة ما هي النتيجة 30.107 سنكتبها أفقيا موسيقى